موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أعزائي وعزائي الكرام متابعي قناة ايكورشادلي في فيديو جديد اليوم قد نشوف القراءة المسترسلة في الغابة البعيدة بجميع أجزائها الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث والجزء الرابع من كتاب اللغة العربية الواضح في اللغة العربية المستوى الرابع ابتدائي صحة رقم 179 180 182 والجزء الأخير 183 الناس نبدأ الفيديو القراءة المسترسلة في الغابة البعيدة من الغابت ايدي اوضحة صدرت الجزء الأول عندنا الوصول الى الغابة من عبر الحقولة الى دائمة الخضرات الجزء الأول نبدأ بناء خوبmate الخضرات إذن نمر إلى أتهيئ للقراءة وألاحظ وأتوقع أن جول أسئلة دي الأتهيئة للقراءة وألاحظ وأتوقع أن أمر قراء النص ونجول أفهم وأحلم إذن أتهيئ للقراءة بماذا تتميز الغابة؟ بماذا تتميز الغابة؟ إذن تتميز الغابة بأشجارها الكثيفة وبحيواناتها المتنوعة وبهوائها النقي وبناباتاتها المتنوعة تتميز الغابة بأشجارها الكثيفة وبحيواناتها المتنوعة وبهوائها النقي وبنباتاتها المتنوعة أمر لا ألاحظه أتوقع ألاحظ الصورة وأتحدث عن المشهد الذي تعرضه إذا رغضي لحظة هذه الصورة وهذه ندرع إلى المشهد الذي يبن فيها إذن من خلال الصورة ألاحظ أشجار كثيفة وعالية وجبال وسماء صافية إذن ومن خلال الصورة ألاحظ أشجار كثيفة وعالية وجبال وسماء صافية السؤال رقم جوج من ألاحظه وأتوقع أتوقع من خلال الصورة والعنوان ما ستقول إليه أحداث القصة إذن من خلال العنوان الذي هو الوصول إلى الغابة وهذه الصورة سنتوقع ما سيقول إليه أحداث هذا الجزء إذن من خلال العنوان الوصول إلى الغابة والصورة أتوقع أن الكاتب سيقوم بنزهة في الغابة وسيقوم باكتشافها إذن من خلال العنوان الوصول إلى الغابة والصورة أتوقع أن الكاتب سيقوم بنزهة في الغابة وسيقوم باكتشافها إذن أفهم وأحلل أقرأ الجزء قراءة سليمة وأقومها بإحتكامي إلى شبكة ملاحظة الأداء القرائي إذن نرجع للنص ونقرأ هذا الجزء الأول لكبدأ من عبر الحقولة إلى دائمة الخضراتي إذن نذهب لنقرأ هذا الجزء إذن لنقرأ الجزء الأول الجزء الأول عندنا من عبر الحقولة حتى دائمة الخضراتي إذن في الغابة البعيدة عبر الحقولة التي ارتفعت فيها سيقان القمح والخرطال وفشأة وجدا نفسيهما في عمق غابة محروسة طوقت الطريقة الثانوية ظل يشقان طريقهما حذرين لكن يتوغلان فيها بكل عزم وإسرار توقف وانتدر قليلا ثم ما لبثا إن اختار مساحة عشب صغيرة من الأرض مرج ذي حشائش كثيفة جلس لي السريحة من عناء المغامرة يمسح الفتى الأصهب وجهه من العرق المتصبب على جبينه وأطرافه بينما رفيقه القمحي البشرة يستلقي على ظهره مسترخيا يتأمل بعد حيوانات الغابة ها هو السنجاب ذو الذنب الطويل يرفع صدعا كثيف الشعر ناعمه مشرب بلون أزرق رماضي يبدو سريع الحركة يتسلق بخفة الأشجار المؤمرة الدائمة الخضراء إذا كان هذا هو الجزء الأول لنرجع إلى أسئلة أفهم وأحلل ولنجاوب على تلك الأسئلة إذن أفهم وأحلل سؤال الثاني أحدد زمان ومكان الأحداث بهذا المقطع من النص قد نحضو الزمان والمكان والأحداث ومكان الأحداث عفوا في النص في الجزء اللي قرينا إذن الزمان هو فصل الرابع والمكان هو الغابة إذن الزمان هو فصل الرابع المكان هو الغابة السؤال الرقم ثلاثة أصراحوا أنصرحوا هذه الكلمات هذه مرج ذنب يستلقي ثم أبحث لكل واحدة عن مشتقاتها إذن سنسترحوا مرج وذنب ويستلقي ونبحثوا لكل كلمة عن مشتقات ديالها إذن كلمة مرج هي أرض شاسعة بها نباتات كثيفة وهي أيضا مرعاة للماشية مشتقات كلمة مرج مرج مروج مارج نريج الكلمة الموالية ذنب هي ذيل الحيوان أفوا ذيل الحيوان أذناب مشتقات كلمة ذنب أذناب ذناب ذنوب مذنوب ذانب ذنابات الكلمة الأخيرة يستلقي أي ينام على ظهره مشتقات كلمة يستلقي استلقاء السلقاء مستلقي إذن نكتب كلمة مرج أرض شاسعة بها نباتات كثيفة وهي أيضا مرعاة للماشية مشتقات هذه الكلمة مرجا مروجا مارج مريج ذنب أي ذيل الحيوان مشتقات كلمة ذنب أذناب ذناب ذنوب ذنوب مذنوب ذانب ذنابات كلمة يستلقي أي ينام على ظهره استلقاء استلقاء مستلقي سؤال رقم 4 أين وجد الطفلان نفسهما بعدما عبر الحقول وكيف وجد المكان إذن أين وجد الطفلان نفسهما بعدما عبر الحقول فيلقاء راسم بذنب عبره الحقول وكيفاش إلقاء المكان إذن وجد الطفلان نفسهما بعدما عبر الحقول في عمق الغابة المحروسة التي طوقت الطريقة الثانوية إذن وجدت طفلان نفسيهما بعدما عبر الحقول في عمق الغابة المحروسة التي طوقت الطريقة الثانوية سؤال رقم 5 أبحث في النص عن أسماء الحيوانات الممثلة في الصورة جانبه إذن من خلال هذه الصور الأسماء لهذه الحيوانات موجودة في النص إذن أنا رجعت النص ورجبت لكم الأسماء عن طريق النص إذن أسماء الحيوانات الممثلة في الصورة كين السنفور أو عفوان السنور السنور البوم الجرد السنجاب إذن أسماء الحيوانات ممثلة في الصورة السنور البوم الجرد السنجاب سؤال رقم 6 أستخرج من النص الجملة التي تدل عن تعب الطفلين إذن الجملة التي تدل على تعب الطفلين توقف وانتظر قليلا جلس ليستريحا يمسح الفتى وجهه من عرق المتصبب على جبينه يستلقي على ظهره مسترخيا الجمل التي تدل على تعب الضفلين توقف وانتظر قليلا جلس ليستريحا يمسح الفتى وجهه من العرق المتصبب على جبينه يستلقي على ظهره مسترخيا إذن نمر إلى أركب وأقوم إذن أركب وأقوم السؤال الأول ألخص شفاهياً هذا الجزء من النص في ثلاث جمال مفيدة بعد شحديد أفكاره الرئيسية إذن هذه الحديد الأفكار الرئيسية ممتاز للخصص النص إذن الأفكار الرئيسية أولاً توغر الطفلين من الغابة بعد عبورهما لحقول القمح والخرطال جلوس الطفلين لاستراحة من عناء المغامرة تأمر الطفلين لبعض حيوانات الغابة ما بخصوص الخص وصولوا الطفلين إلى الغابة وتوغولهما فيها بعد عبورهما لحقول القمح والخرطال فاستمر بشق طريقهما بحذر إلى أن وصل إلى مساحة خضراء ثم جلس ليستريحة من عناء المغامرة فاستلقيا يتأملان بعض الحيوانات الغابة إذن أفكار الرئيسية توغر الطفلين من الغابة بعد عبورهما لحقول القمح والخرطال جلوس الطفلين لاستراحة من عناء المغامرة تأمل الطفلين لبعض حيوانات الغابة أمن خصوص الخيس وصولوا الطفلين إلى الغابة وتوغولهما بعد عبورهما لحقول القمح والخرطال فاستمر بشق طريقهما بحذر إلى أن وصل إلى مساحة الخضراء ثم جلس ليستريحة من عناء المغامرة فاستلقيا يتأملان بعض الحيوانات الغابة السؤال رقم 2 أصارد ما قد يؤول إليه تنامي أحداث القصة أحداث النص وأقترح على أصدقائي وصديقاتي عنوان آخر للجزء الأول إذن ما قد يؤول إليه تنامي أحداث النص الطفلان قد يتيهان ويظلان طريق العودة للبيت ربما قد يتعرض يعترض سبيلهما أحد الحيوانات المتوحشة المتوحشة عفوا المتوحشة عفوا أما بخصوص العنوان المناسب مثلا مغامرة في الغابة إذن ما قد يؤول إليه تنامي أحداث النص الطفلان قد يتيهان ويظلان طريق العودة للبيت ربما قد يعترض سبيلهما أحد الحيوانات المتوحشة العنوان اللي تلقوا منا عنوان آخر لجزء الأول مغامرة في الغابة لن نمر إلى السؤال ثلاثة أبدي رأيي في الغابة انطلاقا مما جاء في هذا الجزء من النص على لسان السارد ثم أعبر عن ما أعجبني فيه إذن سنبدأ الرأيي دينا في الغابة انطلاقا مما جاء في الجزء من النص مثلا عن طريق الذكشير قد يقول السارد ثم سنعبره ما الذي أعجبنا فيه إذن حسب ما ذكره السارد في الغابة فالغابة كثيفة الأشجار والعشب وفيها حيوانات كثيرة ومتنوعة ما أعجبني هو وصف الحقول والنباتات التي تدل على فصل الربيع وكذلك وصف المساحة المعشوبة التي جلس الطفلان ليستريح فيها من عناء المغامرة إذن حسب ما ذكر السارد فالغابة كثيفة الأشجار والعشب وفيها حيوانات كثيرة ومتنوعة ما أعجبني هو وصف الحقول ونباتاته التي تدل إذا نباتاتها التي تدل على فصل الربيع وكذلك وصف المساحة المعشوبة التي جلست طفلان ليستريحى فيها من عناء المغامرة سؤال الرابع أتثبت من صحة التوقعات التي طرحتها قبل بداية القراءة إذن حسب التوقعات دينا كانت قريبة شيئا ما لأننا نحن يتوقعنا الكاتب سيقوم بمكانت زمع قريبة بزاف مكننا توقعنا أن الكاتب سيقوم بنصف الغابة وسيقوم بإكتشافها على أين؟ نمر إلى الجزء الثاني من هذا النص إذن الجزء الثاني الحياة داخل الغابة من فجأة يمرق سنور إلى أمسى يرتعش من إهتزاز النسيم نعيد من فجأة يمرق سنور إلى أمسى يرتعش من إهتزاز النسيم إذن لنبدأ بأتهيئة للقراءة أتهيئ للقراءة أين يتوغل الفتى الأصهب وصديقه؟ وماذا كان يتأملان؟ إذن من خلال السابق سنحاول نقوله أين كان يتوغل الفتى الأصهب وصديقه؟ وشنو كانوا يتأملوا؟ إذن توغل الفتى الأصهب وصديقه في عمق غابة محروسة طوقت الطريقة الثانوية وكان يتأمنا بعض الحيوانات الغابة إذن أين توغل الفتى الأصهب وصديقه؟ توغل الفتى الأصهب وصديقه في عمق غابة محروسة طوقت الطريقة الثانوية وماذا كان يتأملان؟ كان يتأملان بعض الحيوانات الغابة إذن نمر إلى ألاحظ وأتوقع السؤال الأول أبين علاقة الصورة بالجزء المدروس سابقا وبعنوان الجزء الثاني إذن أبين العلاقة لها الصورة بالجزء الذي درسنا قبل الجزء الأول وبعنوان هذا الجزء الثاني إذن العلاقة بين الصورة والجزء المدروس سابقا هي أن الصديقان بدأ في اكتشاف حياة داخل الغابة ومن خلال الصورة سيلتقيان بحارس الغابة وبرفقته عدد من الحيوانات الغابة إذن العلاقة بين الصورة والجزء المدروس سابقا هي أن الصديقان بدأ في اكتشاف الحياة داخل الغابة العلاقة بين الصورة آه نعم العلاقة بين الصورة و الجيش المضرت في السبقة هي أن الصديقان بدأ في شجاع في حياة داخل الغابة ومن خلال الصورة سيلتقيّان بحارس الغابة وبرفقته عديد من حيوانات الغابة السؤال الثاني أتوقع انطلاقا من صورة والعنوان من الصورة و عنوان هذا الجزء لهو الحياة داخل الغابة ما سيتحدث عنه هذا الجزء إذن انطلاقاً من الصورة والعنوان لهو الحياة داخل الغابة قد يتحدث هذا الجزء عن استمتاع الطفلين بمشاهدة الحيوانات داخل الغابة أو قد يلقي الحارس عليهم القبض وينبههما لعدم التوغل أكثر في الغابة إذن انطلاقاً من الصورة والعنوان لهو الحياة داخل الغابة قد يتحدث هذا الجزء عن استمتاع الطفلين بمشاهدة حيوانات داخل الغابة أو قد يلقي الحارس عليهم القبض وينبههما لعدم التوغل أكثر في الغابة إذن أفهم وأحلل أقرأ الجزء قراءة سليمة محاكياً الأسادة وأقوم قراءتي بأن أحتكم إلى شبكة مراحلة الأداء القرائي إذن قد يرجعون هدف النص وينقرأ وقراءة سليمة ومن بعد نعود الرجاءة أفهم وأحلل ونجيب على هذه الأسئلة إذن الجزء الثاني عندنا من فجأة يمرقه إلى اهتزاز النسيم إذن نقرأ فجأة يمرق السنور بري يكمن لجورد على مقربة من حزره ما جعلهما بدون حراك يترقبان ما ستقول إليه أحداث هذه الواقعة هل سيظفر السنور بفريسته أم سينفذ الجورد؟ بجلده الخطاطف تبني أعشاشها من الطين تحت شرفة منزل حارس الغابة الشحرور والحسون والبلبر والكروان تسمع شدوها وزقزقتها بعد أن فقصت بيوضها ثم تنحدر معا نحو الأحراج بحثا عن حشرات تتغدى عليها والبوم يراقب بسعة عينه الجميع أخذت الغابة تعول فيها الريح مما دفعهما إلى الشعور بالقلق بينما ظلت فروع أشجار السرو والسنديان والصنط عفوا الشاهقة متماسكة ومنحنيات الغابة ناعمة أما نبات العليقي فقد سحب لونه وأمسى يرتعش من اهتزاز النسيم إذن لنجيب عن أسئلة أفهم أحلل بعد قراءة للمص إذن السؤال الثاني أشرح الكلمات الآثية باعتماد شبكة المفردات إذن سنشرح الكلمات هذه ينفذ شدو الأحراج ينفذ شدو الأحراج إذن ينفذ أي تسرب شدو أي غناء أو تغريدة الأحراج أي سهول أو أدغار إذن ينفذ أي تسرب شدو أي غناء أو تغريدة الأحراج أي سهول أو أدغار نمر إلى سؤال رقم ثلاثة أضع علامة أمام الحادث الوارد في النص أعلل جوابي إذن لدينا أربعة أحداث لعندنا أضع علامة على أحداث الواردة لصحيحها إذن لحداث لكينا أن نانيا أنقذ السنور على الجوردي شحب لون نباتي العليقي بسبب قلة الماء كل الطيور فقصت بيضها إنه فصل ربيع حس الطفلان بالخوف بسبب حيوان مفترس إذن لحداث الوارد في النص هو اللي في هذا الجزء عفوا وكل الطيور فقصت بيضها إنه فصل ربيع إذن لحداث الوارد في النص وعلله جوابي إذن بعد أن فقصت بيضها ثم تنحذر معنا نحو الأحراج بحثا عن حشرات تتغذى عليها إذن تعليل جبتم النص لماذا؟ لأنك نعلله لحداث الوارد في النص لهو كل الطيور فقصت بيضها إنه فصل الربيع تعليل هو بعد أن فقصت بيضها ثم تنحذر معنا نحو الأحراج بحثا عن حشرات تتغذى عليها سؤال الرقم الرابعة من بين الطيور التي ذكرت بهذا الجزء من النص حدد نوع المشهوري بشدوه الجميل إذن النوع المشهور بشدوه الجميل هو البلبل والكروان والحسون إذن النوع المشهور بشدوه الجميل هو البلبل والكروان والحسون سؤال الرقم خمسة بماذا تمتاز الأشجار التي ورد ذكرها في هذا الجزء من النص إذن نقوله بشنك تمتاز أشهر للذكرات في النص إذن تمتاز الأشجار التي ورد ذكرها في هذا الجزء بعلوها الشاهق وفروعها الكثيرة إذن تمتاز الأشجار التي ورد ذكرها في هذا الجزء بعلوها الشاهق وفروعها الكثيرة إذن نمر إلى أركب وأقوم أولاً ألخص ما جاء في هذا الجزء من النص بعد تحديد أفكاره الرئيسة إذن أريد أن نحضر الأفكار الرئيسة ومن البدء أن نحضر لخص النص إلى الأفكار الرئيسة هي مراقبة الطفلان للسنور الذي يكمن لجرد بالقرب من حزره غناء وتغريض العصافير بعد أن فقصت بيوضها إحساس الطفلان بالخوف من أصوات الغابة إذن هؤلاء الأفكار الرئيسة أما بخصوص الخيس أفهم مراقبة الطفلان للسنور الذي يكمن لجرد وانتظارهما لما ستأول إليه إحداث هذه الواقعة وامتلاء الغابة بأسواد تغريض للطيور بعد أن فقصت بيوضها وخوف الصديقين من أصوات الغابة إذن الأفكار الرئيسة هي مراقبة الطفلان للسنور الذي يكمن لجرد بقرب من حزره غناء وتغريض العصافير بعد أن فقصت بيوضها إحساس الطفلان بالخوف من أصوات الغابة أما بخصوص الخيس للنص مراقبة الطفلان للسنور الذي يكمن لجرد وانتظارهما لما ستأول إليه إحداث هذه الواقعة وامتلاء الغابة بأسواد تغريض للطيور بعد أن فقصت بيوضها وخوف الصديقين من أصوات الغابة هذا هو الجواب للسؤال الأول السؤال الثاني أحدد أنواع الطيور التي ذكرت بالنص وأنواع أخرى لم تذكر وأطرح رأي في أيها المهاجر أحدد أنواع الطيور التي ذكرت بالنص وأنواع الطيور المذكرة بالنص وأنواع الطيور المذكرة بالنص تهاجر الطيور للحصول على الغذاء الوفير والرغبة في الحصول على الدفت والفوز بمساحة التأشيش إذن أنواع الطيور المذكرة بالنص الخطاف الشحرور الحسون البلبل الكروان الطيور التي لم تذكر في النص الهدهد النسل اللقلاق الغراب بعد الطيور المهاجرة الهدهد البط الصناور اللقلاق تهاجر الطيور للحصول على الغذاء الوفير والرغبة في الحصول على الدفت والفوز بمساحة التأشيش إذن أعزائي الكرام عزيزاتي الكرام هذا هو الجزء الثاني بعنوان الحياة داخل الغابة من فجأة يمز قصة النور إلى أمسا يرتعيش من انتزاز النسيم لنمر إلى الجزء الثالث أو عفواً كيف يبقى هذا السؤال هذا هذا كيف يبقى كن حاول رجع التوقع دينا ونشوفه واش كانت قريبة ولا لا إذن كان هذا هو كل شيء فهذا الجزء هذا لنمر إلى الجزء الثالث إذن لنمر إلى الجزء الثالث ما أجمل الغابة الثالث من تنير الشمس الغابة إلى أو تصاب بكسر إذن لنبدأ أتهيأ للقراءة ما سبب شعور الصديقين بالقلق إذن سبب شعور الصديقين بالقلق هو صوت الرياح التي تعول في الغابة إذن سبب شعور صديقين بالقلق هو صوت الرياح التي تعول في الغابة ألاحظ وأتوقع سؤال أول أتحدث عما أشاهده في الصورة إذن ألاحظ في الصورة فتاة الأصهب يتسلق الشجرة وصديقه ينظر إليه وفوق الشجرة عرش العصافر ألاحظ في الصورة الفتاة الأصهب يتسلق الشجرة وصديقه ينظر إليه وفوق الشجرة عرش العصافر سؤال الثاني أبرز علاقة الصورة بالعنوان ما أجمل الغابة إذن علاقة الصورة بالعنوان ما أجمل الغابة تظهر في جمال الطبيعة البارز في هذا المشهد إذن علاقة الصورة بالعنوان ما أجمل الغابة تظهر في جمال الطبيعة البارزة في المشهد السؤال لقم 3 في ألاحظه أتوقع أتوقع انطلاقا من العنوان والصورة ما سيتحدث عنه النص لنتوقع من العنوان اللي هو ما أجمل الغابة وهذا الصورة ما سيتحدث عليه عنه النص إذن انطلاقا من العنوان والصورة أتوقع أن الفتاة الأصهب سيحاول الحصول على العصافير وصديقه سيحاول منعه من ذلك إذن انطلاقا من العنوان والصورة أتوقع أن الفتاة الأصهب سيحاول الحصول على العصافير وصديقه سيحاول منعه عن ذلك إذن انك يبقى توقع قبل القراءة أمر إلى أفهم وأحلل أولا أقرأ النص بصوت مرتفعين وأحرص على احترام علامات الوقف ثم أقوم ثم أقوم مقراءتي باعتماد شبكة مراحظة الآداء القرائي إذن لنمر نرجع إلى النص ونقرأ هذا الجزء الثالث ونبعد رجع ونجول إلى الأفهم وأحلل إذن الجزء الثالث عندنا من تنير الشمس الشمس الغابة إلى عند الحافة إذن لنقرأ هذا الجزء نوع الجزء الثالث تنير الشمس الغابة بضوئها المتكسر فتتخلل الفراغات على شكل بقع ضوئية صغيرة أما رائحة الشجر وعبق الغابة فقد تسرب إلى صدريهما وسيطر على كليهما ذلك الهدوء الأسير للغابة يصغيان إلى صدر الصوت القادم من بعيد الصادر عن طائر النقار وهو منهمك ينقر شجرة أرز حافرا حافرا أفوا بمنقاره دون كلل أو ملل وفي مكان آخر من أرض الغابة يرى الغراب يخفق بجناحه يسمع نعيقه جليا وخفيف آت من أطراف الشجر النابس عند الحافة إذن قرنا هذا الجزء اللي هو الجزء الثالث إذن نرجع إلى أسئلة أفهم وأحلل ونجيب على الأسئلة أسئلة هذا الجزء إذن أفهم وأحلل السؤال الثاني أشرح الكلمات الآتية ثم أبحث عن مشاقاتها إذن الكلمات اللي قد نشرحه قد نبحث عن مشاقات دياله هي عبق نعيق تخديشه إذن لنشرح الكلمات ونبحث عن مشاقاتها إذن عبق أي رائحة طيبة مشاقات ديالكلمات عبق أي عابق عبقة أفهم عبوق تعيق كلمة نعيق صوت الغبار مشاقاتها نعيق 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 الكلمة الأخيرة تخديشه أي جرح الجلد مشاقاتها مخدوش تخديشه إن خداشة عبق أي رائحة طيبة مشاقاتها عابق عبقة معبوق نعيق أي صوت الغراب بعد مشاقات ديالها نعيق نعاق تخديشه أي جرح الجلد خدشة أي جرح الجلد بعد مشاقات ديالها مخدوش تخديش إن خداشة إذن نمر إلى السؤال الثالث أميز النبتة من الشجرة مما يلي الشيح الأرز السعتر السنديان الخرطال البلوت النعناع العرعار الحلفاء الخزامة السرو الصنط العليق أميز هذه الكلمات أي هما نبتة وأي هما شجرة إذن بخصص النباتات عندنا الشيح السعتر النعناع الخرطال الحلفاء الخزامة الشنط العليق بخصص أشجار الأرز السنديان البلوت العرعار السرو إذن هذا بخصص الأشجار إذن نكتب النباتات الشيح السعتر النعناع الخرطال الحلفاء الخزامة الشنط العليق العليق بخصص أشجار الأرز السنديان البلوت العرعار السرو السؤال رقم أربعة إذا كان الرفيقان يصغيان في الغابة إذن كان الرفيقان يصغيان في الغابة إلى صدع صوت الطائر النقار سؤال رقم خمسة إذن لماذا تسلق الفتاة الأصهب الشجرة؟ إذن تسلق الفتاة الأصهب الشجرة بحثا عن أعشاش الغربان إذن تسلق الفتاة الأصهب الشجرة بحثا عن أعشاش الغربان إذن كم من الأسئلة أفهم وأحلل نمر إلى الأسئلة أركب وأقوم إذن أول سؤال في أركب وأقوم ألخص هذا الجزء من النص بعد تحديد أفكاره الرئيسة إذن سوف نحضر أفكار الرئيسة ومن بعد سوف نلخص النص أو الجزء هذا الجزء من النص إذن أفكار الرئيسة هي إنارة الشمس للغابة بدوئها المنكسر تسرب رائحة الشجر وعبق الغابة إلى صدر الصديقين أصوات الطيور التي تملأ الغابة تسلق الفتاة الأصهب لشجرة بحثا عن أعشاش الغربان إذن أفكار الرئيسة أما بخصوص الخز لهو تكسر ضوء الشمس وإنارته للغابة وتنسرب رائحة الشجر وعبق الغابة إلى صدر الصديقين جعل الهدوء يسيطر عليها وإصغائهما إلى أصوات الطيور ونعيق الغربان وبعدما تسلق الأصهب الشجرة بحثا عن أعشاش الغربان قام صديقه بنصحه ليحترم كائنات الغابة وحفاظا على سلامته إذن نكتب الأفكار الرئيسة لهذا الجزء هي إنارة الشمس الغابة بدوئها المنكسر تسرب رائحة الشجر وعبق الغابة إلى صدر الصديقين أصوات الطيور التي تملأ الغابة تسلق الفتاة الأصهب لشجرة بحثا عن أعشاش الغربان خصوص الخز تكسر ضوء الشمس وإنارته للغابة وتسرب رائحة الشجر وعبق الغابة إلى صدر الصديقين جعل الهدوء يسيطر عليها وإصغائهما إلى أصوات الطيور ونعيق الغربان وبعدما تسلق الأصهب شجرة بحثا عن أعشاش الغربان قام صديقه بنصحه ليحترم كائنات الغابة وحفاظا على سلامته السؤال الثاني أتقمص دور حارس الغابة فأذكر الزوار الصغار بأهمية الغابة وضرورة الحفاظ عليها تعتبر الغابة مصدرا أساسيا لتنقية الهواء وإنتاج الأكسجين والتخلص من الأكاسي الضارة لذلك عليكم الحفاظ عليها وعدم إذائها والمحافظة عليها من قطع الأشجار والحرائق والرعي الجائر تعتبر الغابة مصدرا أساسيا لتنقية الهواء وإنتاج الأكسجين والتخلص من الأكاسي الضارة لذلك عليكم الحفاظ عليها وعدم إذائها والمحافظة عليها من قطع الأشجار والحرائق والرعي الجائر لنعيد تعتبر الغابة مصدراً أساسياً لتنقية الهواء وإنتاج الأكسجين والتخلص من الأكاسي الضارة لذلك عليكم الحفاظ عليها وعدم إذائها والمحافظة عليها من قطع الأشجار والحرائق والرعي الجائر هذا كذا هو الجواب في السؤال الثاني السؤال الثالث أتثبت من صحة توقعاتي التي طرحتها قبل بداية القراءة وأناقشها إذن حناية توقعنا أن من خلال الصورة اللي كنا شاهدنا أن الفتا الأسهب يتسلق الشجرة وصديقه ينظر إليه وفوق عشر عصافير إذن على حد ما كانت توقعاتينا شوية قريبة ما شي صحيحة 100% إذن هذا كيف توقعه قبل قراءة للنص إذن كان هذا هو الجزء الثالث أعزائي الكرام لنمر إلى الجزء الرابع والأخير من هذه القراءة المستلسلة إذن الجزء الرابع عندنا الرجوع إلى البيت من إذ طر الفتا الأسهب إلى آخر النص إذن عندنا الجزء الرابع من إذ طر الفتا الأسهب إلى آخر النص إذن لنبدأ أتهيأ للقراءة لماذا تسلق الفتا الأسهب الشجرة وبماذا نصحه رفيقه إذن تسلق الفتا الأسهب الشجرة بحثا عن أعشاش الغربان نصحه رفيقه باحترام كائنات الغابة وسكانها إذن تسلق الفتا الأسهب الشجرة بحثا عن أعشاش الغربان نصحه رفيقه باحترام كائنات الغابة وسكانها نمر إلا ألاحظ وأتوقع أولاً أحدد مكونات الصورة ثم أبين أوجه الصلاة الممكنة سنحدد المكونات التي كنا في الصورة ونبين أوجه الصلاة الممكنة إذن مكونات الصورة هي الغابة الفتل أصهب رفيقه يشير إلى الطريق المؤدية إلى البيت أما بالنسبة لصلاة الصورة بالأجزاء السابقة هي ربما نهاية المغامرة داخل هذه الغابة إذن مكونات الصورة الغابة الفتل الأصهب ورفيقه يشير إلى الطريق المؤدية إلى البيت أما بالنسبة لصلاة الصورة بالأجزاء السابقة هي ربما نهاية المغامرة داخل هذه الغابة إذن السؤال الثاني فيه ألاحظ وأتوقع أتوقع نهاية للنص انطلاقاً من العنوان والصورة إذن من هذا العنوان الذي هو الرجوع إلى البيت من هذا الصورة التي هنا صديق الأصهب كيشير إلى الطريق إلى البيت سنتوقع نهاية للنص إذن انطلاقاً من العنوان الرجوع إلى البيت والصورة أتوقع أن ينهي الرفيقان مغامرتهما بعد اختراب مغيب الشمس ويتوجهان إلى بيتهما إذن انطلاقا من العنوان الرجوع إلى البيت والصورة أتوقع أن ينهي الرفيقان مغامرتهما بعد اقتراب مغيب الشمس ويتوجهان إلى بيتهما إذن كان هناك أسئلة أتحيئ للقراءة وألاحظ وأتوقع نمر إلى أفهم وأحلل أفهم وأحلل سؤال أول أقرأ النص بصوت مرتفع قراءة سليمة ثم أقومها اعتمادا على شبكة ملاحظة الآداء القرائي إذن المطلوب من هنا نقرأ النص سنقرأ الجزء الأخير من النص ومن بعد رجعه لنجيب على الأسئلة أفهم وأحلل وأركب وأقوم إذن لنعود إلى النص إذن لنقرأ الجزء الأخير من النص الجزء الرابع إذ طر الفتى الأصهب أن ينزل من الشجرة العالية منضبطا لرأي صديقه محترما إياه شرع يعدوان هنا وهناك اختبئان خلف الأشجار طارة ويظهران طارة أخرى وبعد أن أخذ منهم التعب مأخده قرر العودة إلى مسكنهما حتى لا يثير قلق أسرتهما اعتمر الفتى الأصهب قباعته الجميل المزركشة المصنوعة من الخوصي ثم تفقد خيوط حدائه الرياضي كما نفض بعد الغبار عن سريدته القطينية بينما رفيقه سوى قياقة قميصه وثبت أزراره ثم مشط شعره بعد أن مسح عن جبينه العرق المتصببة وفي الأخير قفل راجعين يحثان الخطأ بسرعة قبل حلول الظلام حتى لا يذل طريقهما إذن هذا هو الجلس الأخير لنعود إلى أسئلة هذا الجلس الرابع والأخير من هذا النص لنجيب على الأسئلة كلها إذن لنجيب على الأسئلة سأفهمه حل السؤال الثاني أشرح الكلمات الآتية وأوضفها في جمل مفيدة أشرح الكلمات الآتية وأوضفها في جمل مفيدة الكلمات اللي قد نشرحه ونوضفها في كلمة مفيدة هي اعتمر يحثاني يظل إذن اعتمر أي تعمم بالعمامة وضعه على رأسه أي العمامة نضعها في جملة مفيدة اعتمر جدي عمامته كلمة موالية يحثاني أي يحفزاني يحضاني يسرعاني المعنى المقرب من زماء من خلال النص هي يسرعاني نحطها في جملة معينة يحث المدرب فريقه على المزيد من العطع الجملة الأخيرة يظل أي ينحرف يزيل لم يعتدي نضيف يظل في جملة معينة ظل المغامرون طريقة العودة إذن اكتب اعتمر أي تعمم بالعمامة وضعه على رأسه اعتمر جدي عمامته يحثاني يحفزاني يحضاني يسرعان إذن يسرعان هي المقربة كثيرا على حساب سياق النص يحث المدرب فريقه على المزيد من العطع الكلمة الأخيرة اللي هي يظل أي ينحرف يزيل لم يهتدي ظل المغامرون طريقة العودة ظل المغامرون طريقة العودة سؤال رقم ثلاثة أبرز البنية السردية لهذا الجزء أبرز البنية السردية لهذا الجزء أي سنتذكره الزمان والمكان وشخصه والحادث الرئيسي لهذا النص إذن بنسبة للزمان هو قبل حلول الظلام زمان للجزء الرابع قبل حلول الظلام المكان الغابة شخصه الفتر الأصهب ورفيقه الحادث الرئيسي عودة الرفيقان إلى بيتهما قبل حلول الظلام إذن الزمان قبل حلول الظلام المكان الغابة شخصه الفتر الأصهب ورفيقه الحادث الرئيسي عودة الرفيقان إلى بيتهما قبل حلول الظلام نمر إلى سؤال رقم ربعة استخرج من هذا الجزء من النص ما يظل على عزم الطفلين العودة إلى بيتهما عياء الطفلين رجوع الطفلين قبل حلول الظلام إذن ستخرج من النص بعض جمال أو كلمات مهمة تدل على عزم الطفلين العودة إلى بيتهما وكذلك عياء الطفلين ورجوع الطفلين قبل حلول الظلام إذن عزم الطفلين العودة إلى بيتهما كين جبت من النص قرار العودة إلى مسكنهما قفل راجعين يحثان الخطأ بخصوص عياء التفلين هناك أولا بعد أن أخذ منهما الثعب ما أخذه مسحها عن جبينه العرق المتصبب أما بخصوص رجوع التفلين قبل حلول الظلام هناك جملة واحدة قبل حلول الظلام حتى لا يذل طريقهما دعي نكتب عزم التفلين العودة إلى بيتهما قرار العودة إلى مسكنهما قفل راجعين يحثان الخطأ عياء التفلين أي بعد أن أخذ منهما الثعب ما أخذه مسحها عن جبينه العرق المتصبب هذا رجبتهم النص رجوع التفلين قبل حلول الظلام أي قبل حلول الظلام حتى لا يذل طريقهما دعي ندوم الأسئلة نمر إلى أركب وأقوم أولا ألخص هذا الجزء من النص بناء على ما استنبطته من أفكار رئيسة إذن نحاول أن نضع أفكار رئيسة للنص ومن بعد أن ندروا تلخيص معين إذن أفكار رئيسة لهذا الجزء من النص نزول الفتر الأسهب من الشجر احتراما لرأي صديقه لعب الطفلين في الغابة وشعورهما بالتعب استعداد الصديقين للعودة إلى منزلهما قبل حلول الظلام تلخيص للجزء هو نزول الفتر الأسهب من أعلى الشجر احتراما لرأي صديقه وبعد اللعب والحرم في الغابة وشعور الرفيقين بالتعب قرر العودة إلى منزلهما قبل حلول الظلام حتى لا يفقداني الطريق إذن أفكار رئيسة نزول الفتر الأسهب من الشجر احتراما لرأي صديقه لعب الطفلين في الغابة وشعورهما بالتعب استعداد صديقين للعودة إلى منزلهما قبل حلول الظلام أما بالنسبة لتلخيص نزول الفتر الأسهب من أعلى الشجر احتراما لرأي صديقه وبعد اللعب والحرم في الغابة وشعور الرفيقين بالتعب قرر العودة إلى منزلهما قبل حلول الظلام حتى لا يفقداني طريقة العودة نمر إلى السؤال الثاني أنشئ رفقة مجموعة بخصص كل تلميذ والمجموعة سؤال الثالث إذا أبي journey إذا قادمائي رأيّ الي نار ächخم المغامرة يوتيج وأيضاً ما قام به الأصبوتجة العشي إذن قد يمدر رأي ديالنا فججوج إذن ما قام به الطفلان من مغامرة الغابة مكان خطير وهو مكان ومأوى الحيوانات المتوحشة والمفترسة وما قام به الطفلان خطير لأنهما لا يزالان صغيران وعلى أحد الأبوين مرافقتهما إذن ما قام به الطفلان من مغامرة الغابة مكان خطير وهو مكان ومأوى الحيوانات المتوحشة والمفترسة وما قام به الطفلان خطير لأنهما لا يزالان صغيران وعلى أحد الأبوين مرافقتهما وما قام به الأسهب تجاه العش ما قام به الأسهب تجاه العش تسلق الفتى الأسهب للشجرة والسلوك سي لأنه قد يؤدي نفسه ويسقط ويكسر ذراعه أو قدمه ولأنه يتعدى على صغار طيور الغربان بهذا التصرف ويؤذيها إذن نكتب ما قام به الأسهب تجاه العش تسلق الفتى الأسهب للشجرة سلوك سيء لأنه قد يؤدي نفسه ويسقط ويكسر ذراعه أو قدمه ولأنه يتعدى على صغار الطيور الغربان وبهذا التصرف يؤديها أثبت من صحة توقعاتي التي طرحتها قبل بداية القراءة وأناقشها إذن بخصوص توقعات دينا كانت صحيحة شكرا ما توقعنا أنه صافي قد يتسالى لقصة دي هذا الرفيقان في الغابة وقد يرجع للبيت ديالهم إذن كان هذا تقليد من توقع من دكشي اللي كان في النص إذن أنشطات الإثراء عندنا ثلاثة الأسئلة في أنشطات الإثراء أولا ألخص النص كاملا بتوظيف تقنيات التلخيص التي تدربت عليها إذن من خلال تقنيات التلخيص التي تدربنا عليها سألخص النص كامل ليس فقط الجزء الرابع بل تلخيص للنص كامل من أوله لآخره إذن لم أدرش واحد تلخيص هنا يحاول تلخص قدر أو مستطاع النص كامل إذن تلخيص النص عبر الرفيقان حقول القمح والخرطال للوصول إلى الغابة للسريحة من عناء المغامرة اختيار مساحة عشب صغيرة أثناء تأمولهما الحيوانات الغابة ظهر سنور كان يكمن لجرد ما جعلهما بدون حراك ينتظران ما سينتهي إليه الواقع وامتلاء الغابة بأصوات وشدود وزقزقة العصافير بعد أن فقصت بيوضها وإنهاك طائر النقار في حفر شجرة الأرز تسلق فتا الأصحاب شجرة للبحث عن الشاش الغربان لكن صديقه نصحه بإحترام حيوانات الغابة وبعد أن شعر بالتعب قرر العودة إلى منزلهما قبل حلول الظلام وحتى لايتها في الغابة إذن هذا كان واحد الخيس صغير من النص كامل إذن لنكتب عبر الرفيقان حقول القمح والخرطال للوصول إلى الغابة ليستريحى من عناء المغامرة اختار مساحة عشب صغيرة أثناء تأمولهما الحيوانات الغابة ظهر السنور كان يكمن لجرد ما جعلهما بدون حراك ينتظران ما سينتهي إليه الواقع ما ستنتهي ما ستنتهي عفوا استسمح ما ستنتهي ما ستنتهي إليه الواقع وامتلاك الغابة بأصوات وشدود وزقزقة العصافير بعد أن فقصت بيوضها وإنهاك طائر نقار في حفر شجرة الأرز تسلق عفوا تسلق الفتى الأصهب شجرة للبحث عن أشاش الغربان ولكن صديقه نصحه بإحترام حيوانات الغابة وبعد أن شعر بالتعب قرر العودة إلى منزليهما قبل حلول الظلام وحتى لا يتيها في الغابة إذن كان هذا هو الجواب للخيص للنص كامل إذن بقى أن هذا السؤال الثاني أحوله مع زميلي أو زميلتي أحداث النص إلى مسرحية نعد حوارها ونمثله وكذلك السؤال الثالث أنظمه مع مجموعتي معارضا وثائقيا عنوانه الغابة تروة يجب الحفاظ عليها إذن هذه الأسئلة اللي هو السؤال الثاني والثالث هذو كيبقوا أسئلات تطبيقية في داخل القسم إذن أجزائي الكرام كان هذا هو الدرس القراءة المسترسلة النص بعنوان في الغابة البعيدة في جميع أجزائها جزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث والجزء الرابع من صف حرقة 179 صف حرقة 180 صف حرقة 182 إلى صف حرقة 183 من كتاب اللغة العربية الواضح في اللغة العربية المستوى الرابع وحتى دائي نتمنى أجزائي الكرام اشتركوا في القراءة المسترسلة الى فيديوهات القادمة ان شاء الله دمتم في رعاية الله